اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايا كان مجاله سواء كان طبيب مهندس عامل او حتى قاعد على السوشيال ميديا وسلاحك دلوقتي مش بندقية مساكها وبتحارب على حدوده بس سلاحك هو وعيك الحقيقي وعيك اللي بتقابل بيه كل شيء بتشوفه وابتتداوله وابتنشره الحرب دلوقتي بقى فيها ثلاث جهاد العدو واللي بيدافع عن بلده وطرف ثالث سلبي ما بيعملش حاجة خالص والعيه المالسلبي بيقدي نفسه دور العدو بالزبط يمكن اسوأ بيساعد من غير ما يعرف بيشير من غير ما يفهم من غير ما يدرك انه بيستخدم سلاح قوي جدا واسلوب جديد للحرب احنا مش واغدين عليه اعرف ان مكانك اللي انت فيه زيه زي المحارب تقدر تقدم للبلده اهم واغلى شيء وتخلي كل ام شهيد فرحانة بالبلده بعد ما ابنها استشهد وتخلي كل زوجة شهيد فخورة وهي شايفانة بنكمل مسارته وافتكر دايما ان اللي بيضحي وبيساعد الحق وبيبني وبيعمر في البلده علشان تقوم من تاني هو ده اللي بيحارب بجد وهو ده اللي لازم كلنا نقف وراه وفي صفه حب البلده بيجري في عرقنا بالفترة من غير محد يعلم كلنا وعشان نحافظ عليها مستعدين نكون بلد الميت مليون محارب علشان عيونها وتحيا مصر